موسيقى الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطهرين وأصحابه المنتجبين تحية طيبة لكم وشهد الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة عنوان حلقة الليلة حقيقة معاوية في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله القسم ثالث ورحبوا باسمكم بضيفنا الكريم سمحة آية الله سيد كمان الحيدري مرحما بكم سمحة السيد أهلا ومرحما بكم دكتور حياكم الله سمحة السيد ذكرتم في الحلقات السابقة سمحة السيد جملة من الموارد التي ثبتت فيها مخالفة معاوية لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فهل هناك موارد أخرى يعني ظهرت فيها المخالفة للسنة القطعية من قبل معاوية أو تبديل لهذه السنة أو إحداث محدثات فيها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل الفرج في الواقع في المقدمة بود أن أشير بأن هذا التأكيد الذي نحاول أن نقف عنده لبيان المخالفات القطعية التي خالف فيها معاوية بحسب اصطلاح القوم أنه كاتب الوحي وأمين الوحي تلك المخالفات التي خالف بها السنة القطعية والقضاء القطعي لرسول الله صلى الله عليه وآله لقائل أن يقول أنه ليس فقط معاوية كانت عنده مخالفات لرسول الله صلى الله عليه وآله فلماذا الوقوف عند معاوية بالخصوص الجواب على ذلك في الواقع بأنه نجده من خلال هذه الكتابات على مر التأريخ التي حاولت أن تبرئ معاوية من كل ما نسب إليه من المخالفات القطعية التي لا فقط تطعن في عدالته كصحابي إن ثبتت له الصحبة وإنما تطعن في إيمانه فضلا عن عدالته يعني مما تقدم في الأبحاث السابقة اتضح لنا أنه لم يثبت لنا أن معاوية كان مؤمنا حقيقة بل ثبت بالعكس أنه كان منافقا الآن كأننا نريد أن نتنزل بحسب البحث العلمي فلو فرضنا أنه كان مؤمنا هل كان عادلا يستحق أن يكون أمير المؤمنين ويستحق أن يدافع عنه أم أنه كان يعلن ويجاهر بمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وعند الوقوف على بعض هذه المخالفات طبعا تقدم الحديث عن بعض تلك المخالفات فيما يتعلق بالدجارة الخمر فيما يتعلق بالرباء فيما يتعلق باستلحاق زياد وغير ذلك ولكنه إن شاء الله تعالى في آخر المطاف سنقف عند هذه النقطة وهو أنه إذن ماذا يقول أصحاب النهج الأموي والإسلام الأموي الذي يريدون أن يجعلوا من معاوية والقدوة والأسوة بل سيتضح للمشاهد الكريم أن الدفاع الذي يدافع به هذا النهج عن معاوية وعن بني أمية واقعا أنا لم أجد هذا الدفاع لهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله بل أجد في كتبهم ينسبون إلى رسول الله أنه كان مسحورا أنه أنه إلى آخره وهذه في أهم صحاحهم وبعد ذلك لعله ستأتي الإشارة إليه المهم أنا لا أريد أن أطيل في المقدمة لهذا البحث ولكنه أدخل في البحث مباشرة من الموارد الأخرى التي ثبت بنحو قطعي أن معاوية خالف فيها السنة النبوية القطعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله هي مسألة إحداث بدعة الأذان في صلاة العيدين من المسائل الواضحة والمتفق عليها بين علماء المسلمين أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله صلى العيدين من غير أذان وإقامة ولكنه نجد أن بني أمية وعلى رأسهم معاوية هو أول من أوجد هذه البدعة وأول من استحدث هذه البدعة وسرى على ذلك جملة من بني أمية كما سيتضح هسل قائلا أن يقول ما هي مصادر هذه الحقيقة أو هذه الدعوة طبعا إلى الآن لم تكن حقيقة إن شاء الله سيتضح من خلال البحث أنها حقيقة ما هي مصادر هذه الدعوة التي تحاولون أن تتهموا بها كما يقولون الصحابي معاوية بن أبي سفيان المصادر في ذلك الحق والإنصاف أنها فوق حد الإحصاء كثيرة جدا المصادر ولكن أحاول أن أقف عند بعض هذه المصادر من المصادر الأصلية التي أشارت إلى هذه الحقيقة ما ورد في كتاب الأم هذا الكتاب لم نخرج في الأبحاث السابقة هذا المصدر لذا سوف نقف عنده قليلا كتاب الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 من الهجرة تحقيق وتخريج الدكتور رفعة فوزي عبد المطلب الجزء الثاني دار الوفاء لا بد أيضا أن أشير إلى الطبعة حتى يكون واضح جميع الحقوق محفوظة الطبعة الثالثة سنة 1426 من الهجرة دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة يعني الجمهورية الإمارات لعلها مصر لعلها مصر نعم في هذا المجال يقول في الجزء الثاني صفحة 500 هذه عبارته هذه عبارته يقول أنه قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن الزهري أنه قال لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان في العيدين هذه على الطريقة مع الأسف الشديد أنه كأنه الخلفاء هم ثلاثة ليسوا أربعة يعني لا يضيف إلى ذلك ماذا العلي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام ولكن مع ذلك نجدهم في الفضائيات وغير يقولون نحن لا نفرق بينهم ولكن واضح عندما يتكلمون يقولون أبو بكر عمر عثمان ويقفون عند ذلك عليه الأحوال حتى أحدث بودي أن المشاهد الكريم يلتفت الرواية يقول أخبرنا الثقة عن الزهري أنه قال إذن الإمام الشافعي يقول أخبرنا الشافعي نعم قال أخبرنا الثقة قال حتى أحدث ذلك معاوية بالشام إذن أول محدثة أول من يغير سنة رجل من بني أمية نعم يتضح أن الرسول صلى الله عليه وآله كان بعلمه بما أخبره به الله يعلم أنه ماذا سيفعل هذا المنافق بل رأس المنافقين في زمانه بل مؤسس دولة النفاق وهي الدولة السفيانية والمروانية عن الأموية بمعناها العام السفيانية والمروانية حتى أحدث ذلك معاوية بالشام فأحدثه الحجاج بالمدينة حين أمر عليها يعني في جوار قبر رسول الله هم يوجدون ماذا المحدثات ومحدثات فأحدثه الحجاج بالمدينة حين أمر عليها وقال الزهري وكان النبي يأمر في العيدين المؤذن إلى آخري في الحاشية في ذيل هذا الحديث يعني في صفحة 500 في حاشية الحديث 532 يقول مصنف عبد الرزاق باب الأذان من طريق معمر عن الزهري عن أبي سعيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه شهد العيد مع عمر وعثمان وعليف فكلهم صلى بغير أذان ولا إقامة حتى أحدثها من؟ حتى أحدثها معاوية كما صرح بذلك الإمام الشافعي هذا هو المصدر الأول المصدر الثاني الذي بيدي أن المشاهد الكريم وهذا المصدر أشرنا إليه فيما سبق وهو كتاب المصنف لابن أبي شيبة كما تعلمون المتوفى سنة 235 من الهجرة حققه محمد عوامة وأشرنا إلى هذا الكتاب لذا لا نقف عنده المجلد الرابع صفحة 200 إلى صفحة 205 طبعا بيدي أن المشاهد الكريم يلتفت يبدأ في صفحة 200 ليس في العيدين أذان ولا إقامة فينقل مجموعة من النصوص الواردة عن النبي أنه صلى الله عليه وآله صلى العيدين بلا أذان ولا إقامة إلى أن يأتي إلى صفحة 204 من الكتاب بيودي أنه تخرج العبارات إلى أن يأتي إلى صفحة 204 في الحديث 5712 قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال أول من أحدث الأذان هذا التعبير أحدث واضح لأنه شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ويأتي إن شاء الله البحث في ذلك أول من أحدث الأذان في العيد ماذا يقول ابن أبي شيبة؟ يقول معاوية معاوية صاحب هذه البدعة صاحب هذه المحدثة التي أضالها البائسة التي نجد أن هؤلاء القوم البائسين الذين يدافعون عن معاوية وعن صلاح معاوية وعن فضائل معاوية مع أنه هو صاحب المحدثات صاحب البدع كما أشرنا إلى ذلك هذا هو المورد الثاني الذي أشير إليه في المقام المورد الثالث الذي لا بد أن أقف عنده هو كتاب هذا المصدر لعله لم نشر إليه في الأبحاث السابقة بود أن نقف عنده قليلا المصدر الثالث التمهيد لما في الموطئ من المعاني والأسانيد تأليف الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله إلى أن يقول ابن عبد البر النمري الأندلسي المتوفى 463 من الهجرة يقول تحقيق أسامة بن إبراهيم أن ناشر الفاروق الحديثة للطباعة والناشرة فلننظر أيضا إلى رقم الطبعة الموجودة في المقام قال هنا طبعة مزيدة ومنقحة الفاروق الحديثة إلى أن يقول الطبعة الرابعة سنة النشر 1429 من الهجرة في هذا الكتاب أي في المجلد الخامس صفحة 227 من هذا الكتاب يقول روية بود أن المشاهد الكريم يلتفت إلى العبارات جيدا روية من وجوه شتى صحاح عن النبي لم يكن يؤذن له ولا يقام في العيدين من حديث جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وابن عمر وسعد وهي كلها ثابتة عن النبي أنه صلى الله عليه وآله صلى العيد بغير أذان ولا إقامة وهو أمر لا خلاف فيه بين علماء المسلمين وفقهاء الأمصار وجماعة أهل الفقه والحديث الآن السؤال هذه القضية المتفق عليها بين جميع علماء المسلمين يقول واختلف في أول من فعل ذلك منهم لا بد أن نعرف من فعل هذا المن أحدث هذه البدعة فذكر ابن أبي شيبة وقرأنا من المصنف فذكر ابن أبي شيبة عن سعيد ابن المسيب قال أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية ثم ذكر روايات أخرى قال أول من أحدث للعيد الأذان في العيدين ابن الزبير عندما كان ماذا أميرا في مكة وهكذا يقول أول من أخرج المنبر في العيدين وأول من أذن في العيدين زياد الذي استلحقه ماذا ابن أبي سفيان وهكذا ينقل مجموعة من الروايات بودي تعليقة الإمام ابن عبد البر شوفوا ماذا يعلق يقول قال أبو عمر يعني ابن عبد البر نعم قال أبو عمر القول قول من قال أن معاوية أول من أذن له في العيدين فهي أليقبه نعم القول هذا القول لا لا لأن الروايات الصحيحة تثبت هذا المعنى حسب غض النظر الله يعلم أن لا نتكلم الآن لائق به أو لا نعم كما تفضل الدكتور هو اللائق بحاله لأنه لم يؤمن قطو كان سباقا أحسنتم إلى المخالفات ولكنه قال إن معاوية أول من أذن له في العيدين على ما قال سعيد بن المسيب وقول من قال حسنا الآن لعد ماذا تقولون يقول في تلك الروايات التي قالت زياد أو فلان أو مروان أو إلى آخره قال وقول من قال الزياد أول من فعل مثله أيضا لأن زياد عامله محسن فإذا إذا لم يكن معاوية قد بدأ كيف يمكن للزياد ماذا أن يحدثه من غير أمره أن يحدثه نعم وأما من قال ابن الزبير وبني مروان فيرد ذلك يقول فقد قصروا عما علمه غيرهم ومن لم يعلم فليس بحجة على من يعلم إذن هذا ما ورد في التمهيد لابن عبد البر هذا هو المصدر الثالث المصدر الرابع الذي ورد في المقام هو ما ورد في إكمال المنعم معلم بفوائد مسلم الذي هو للقاضي عياض المسمى شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم في هذا الكتاب في المجلد الثالث صفحة مائتين وخمسة وتسعين يقول وحدثنا فلان قال لم يكن يؤذن الحديث رقم ثمانمائة وستة وثمانين المجلد كما أشرنا المجلد الثالث صفحة مائتين وخمسة وتسعين قال عن جابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج يعلق على ذلك قوله لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى يقول فلا خلاف بين فقهاء الأمصار في ذلك أنه لا أذان ولا إقامة للعيدين وإنما أحدث الأذان معاوية أقرأها وأعيدها وإنما أحدث الأذان معاوية وقيل زياد وفعله آخر إمارة بن الزبير والناس على خلاف ذلك وعمل أهل المدينة ونقلهم المتفق عليه برد ما أحدث معاوية أو زياد الذي عامله معاوية هذا هو المصدر الرابع في هذا المجال المصدر الخامس الذي أشار إلى هذه الحقيقة بشكل واضح وصريح هو ما ورد في فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني في المجلد الثاني أنا بيودي فإن نكت أشير دكتور في الوسط ولو كانت هو أن المشاهد الكريم قد يقول سيدنا لماذا عشرات المصادر لماذا؟ قد واحد اثنين كافي لماذا عشرات المصادر من كلمات أعلام المسلمين الجواب أخي العزيز المشاهد الكريم لا بد أن يتضح أنا عندما أشير إلى مصادر متعددة اطمئن أن هؤلاء يمثلون اتجاهات مختلفة سواء على مستوى البحث العقدي على مستوى البحث الفقي بعضهم يعد من مدرسة الصحابة بعضهم هم من مدرسة النهج الأموي والمدرسة الأموية كمن حجر الآن لذا نقرأ له وأريد أن أبين أنه اتفقت كلمة علماء المسلمين على هذه البدعة وأن معاوية أحدث هذه البدعة حتى لا يقول لنا قائل بعد ذلك أنكم تنتخبون بعض العلماء وتتركون البعض الآخر هذا أولا وثانيا حتى يعرف المشاهد الكريم عندما يأتي بعد ذلك من يشكك ويقول اتهم معاوية بذلك لا أريد أن أعبر هذا التعبير الذي وأرجو الله أن يحشره مع سيدهم معاوية يقول اتهم سيدهم معاوية بكذا مع أنه مو اتهام هذه مو دعوة وإنما مصادر أصلية وأساسية من علماء المسلمين المهم في فتح الباري المجلد في فتح الباري الشرح صحيح البخاري المجلد الثاني صفحة خمسمائة وثلاثة وثمانين عبارته واضحة أنا لا أطيل على المشاهد الكريم يقول واختلف في أول من أحدث الأذان فيها في صلاة العيدين نعم فروى بن أبي شيبة التفتوا جيدا ابن حجر العسقلاني ماذا يقول الإمام ابن حجر العسقلاني وهو إمام من أئمة النهج الأموي يقول فروى ابن أبي شيبة بإثناد صحيح أعيدها فروى ابن أبي شيبة يعني في المصنف اللي قرأناه صحح حسنا بإثناد صحيح أن سعيد بن المسيب أنه معاوية وروى الشافعي وقد قرأنا أيضا من كتابي الأم وروى الشافعي عن الثقة عن الزهر مثله وزاد فأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة وروى ابن المنذر عن حسين بن عبد الرحمن قال أول من أحدثه زياد بالبصرة وقال أول من أحدث وقال الداودي أول من أحدثه مروان التفتوا إلى عبارة الإمام ابن حجر يقول بعضهم قال معاوية وبعضهم قال زياد وبعضهم قال مروان يقول وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه كما تقدم لماذا لا ينافي لأن هؤلاء عماله كانوا ثم يقولون إثبات الشيء لا ينفي ما عداه افترضوا أنه نسب إلى زياد ولكن لم يقولوا أنه معاوية لم يكن كذلك فلهذا عبارة ابن حجر يقول وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه كما تقدم في البداء بالخطبة أيضا من محدثات معاوية أن الخطبة كانت متأخرة ماذا؟ عن صلاة العيدين فجعلها ماذا؟ في البتداء متقدمة على صلاة العيدين وهذه بدعة ومحدثة أخرى من محدثات وبدعي معاوي هذا هو المصدر الخامس الذي ورد في هذا المجال المصدر السادس الذي بيود أن يقف عليه المشاهد الكريم وهو ما ورد في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقصطلاني ضبطه وصححه محمد عبد العزيز الخالدي المجلد الثاني دار الكتب العلمية هذا الكتاب هذا المصدر لم نخرجه فيما سبق ولذا لا بد أن يلتفت إليه وهو أنه لا بد أن نشير أيضا إلى الطبعة يقول للقصطلاني لا يشير إلى سنة الطبعة في هذا المقام المهم دار الكتب العلمية سنة الطبعة سنة الطبع 2009 من الميلاد الطبعة الثانية هناك في المجلد الثاني صفحة ستمائة وثلاثة وخمسين ستمائة وثلاثة وخمسين يقول وأول من أحدث الأذان فيها معاوية رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إذن القصطلاني بعد العسقلاني أيضا يقول إسناده ماذا صحيح ولا يمكن أن نقول أن هذا أن القصطلاني يقلد ماذا العسقلاني أو العسقلاني يقلد غيره لماذا لأن هؤلاء أئمة عندما يقول بإسناد صحيح يعني بما هو إمام بما هو حافظ بما هم علم بما هم من أعلام المسلمين يعني اجتهاده انتهى إلى هذا الأمر زاد الشافعي في روايته عن الثقة عن الزخري فأخذ به الحجاج كما أعشرنا إليه في الأبحاث السابقة المصدر السابع الوارد في هذا المجال ما ورد في سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام تأليف محمد بن اسماعيل الأمير الصنعاني حققه وخرج أحاديثه وضبط نصه محمد صبحي حسن حلاق دار بن الجوزي هنا أيضا لا بأس بالإشارة إلى الطبعة يقول الإصدار الثالث الطبعة الأولى شوال ألف واربعمائة وتسعة وعشرين من الهجرة دار بن الجوزي للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية الدمام شارع الملك فلا في هذا الكتاب يعني سبل السلام المجلد الثالث صفحة مئة وستة وثمانين المجلد الثالث صفحة مئة وستة وثمانين يقول لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين في الحديث رقم أربعمائة وستين وعنه أن النبي صلى الله عليه وآله صلى العيد بلا أذان ولا إقامة يقول أخرجه أبو داود وأصله في البخاري في رقم الحديث تسعمائة وستين وعن ابن عباس أن النبي صلى العيد بلا أذان ولا إقامة أخرجه أبو داود وأصله في البخاري هو دليل على عدم الشرعيتهما في صلاة العيد فإنهما بدعة من يقول الصنعان في سبل السلام يعني الأذان والإقامة في صلاة العيدين ماذا؟ بدعة بدعة وكل بدعة ضلالة بعد ذلك سيأتي يقول هو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد فإنهما بدعة وروا ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب أن أولا من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية ومثله رواه ماذا؟ الشافعي كما أشرنا وهذا ما تقدم أيضا ومن المصادر الأساسية التي أشارت إلى هذه الحقيقة ما ورد في كتاب نيل الأوطار من أسرار منطق الأخبار للإمام الشوكاني أيضا بتحقيق محمد صبحي بن حسن الحلاق وهذا الكتاب أيضا أشرنا إليه في الأبحاث السابقة قال أن رسول الله وعن البراء بن عازب عند الطبراني في الأوسط أن رسول الله صلى في يوم الأضحى بغير أذان ولا إقامة إلى أن يقول وروا بن أبي شيبة في صفحة خمسة وخمسين بيود أن يلتفت نيل الأوطار في صفحة خمسة وخمسين قال وروا بن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح قال أول من أحدث الأذان في العيد معاوية وأؤكد مرة أخرى هؤلاء كلهم أئمة وكلهم أعلام وكلهم حفاظ لا يحتمل في حقهم ماذا التقليد في مثل هذه المسائل عندي وقت دكتور أستمر وبعد هنا أخذ فاصل جيد جيد أنا فقط مصدريا ثلاثة أنتهي منها وأستمع عليكم ومن المصادر الأخرى الواردة في هذا المجال ما ورد في تأريخ الخلفاء للإمام السيوطي المتوفى سنة تسعمية وهدعش من الهجرة عني بتحقيقه إبراهيم صالح دار صادر بيروت هناك في صفحة مائتين وستة وثلاثين وقال الزهري أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية وقال سعيد أول من أحدث الأذان في العيد معاوية يعني إحنا كنا قد عرفنا أن الإنسان وأن الصحابي يكون سباقا إلى الخير لأن يكون سباقا إلى البدع أول أول يعني أول من خالف رسول الله في التجارة بالرباء معاوية أول من استلحق وخالف القضاء القطعي لرسول الله في استلحاق الزياد معاوية أول من تاجر بالخمر معاوية أول من أحدث الأذان معاوية يا أخي ومع ذلك تأتي هذه الأصوات البائسة هذه الأصوات التي لا أدعو واقعا لها إلا بالهداية واقعا وإن كان بعضهم أتصور بأنه ختم الله على قلوبهم واقعا ختم الله على قلوبهم هؤلاء واقعا سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون واقعا وصلوا إلى مرحلة بعد لا ينفعهم بل يعدونه من السابقين السابقين المقربين يا أخي غريب جدا أنه أول من كل المحدثات أولها بنحو الإعلان الصريح هو من؟ هو معاوية أول من ورسول الله جعل هذا الأصل أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية وثبت أنه يقول الألباني أنه ماذا؟ معاوية وبعد ذلك أيضا نشير إلى ذلك هذا أيضا من المصادر الأخرى نعم تفضلوا نعم حتى بعده نذهب إلى فاصل سمح سيد شعب لا أذهب إلى فاصل إذن لحسنتم مشانا كرام فاصل ونعود إليكم فانتظرونا بعد هذا الفاصل مرحبا بكم من جليل مشانا كرام كمان أرحبوا بسماح السيد مرحبا بكم سماح السيد حياكم الله إذن تفضلوا في إكمال المصادر ومن المصادر الأخرى التي وإن أطلت قليلا على المشاهد الكريم ولكنه بيود أكو ضرورة لما سأشير إليه بعد ذلك من المصادر الأخرى التي أشارت إلى هذه الحقيقة ما ورد في كتابي تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام الحافظ أبل على محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري المتوفى سنة 353 من الهجرة وهو الجامع المختصر ومعه شفاء الغلل في شرح كتاب العلل إلى أن يقول اعتنى بها علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود دار إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي أيضا لا بأس بالإشارة إلى الطبعة التي طبع بها هذا الكتاب الطبعة التي طبع هذا بها يقول جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار إحياء التراث ولا يشير إلى سنة الطبعة في هذا الكتاب يعني المجلد الثالث صفحة 97 من الكتاب يقول بعد أن يشير في صفحة 97 من الكتاب يقول وقال ابن قدامة في المغني ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه يعني مسألة أنه صلاة العيدين لا أذان ولا إقامة لا يوجد فيه خلاف بين علماء المسلمين إلا أنه كذا إلا أنه روية عن ابن الزبير أنه أذن وأقام ويشير أيضا إلى أنه روى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح قال أول من أحدث الأذان في العيد ماذا؟ معاوية إذن في هذا الكتاب أيضا وهو من الأعلام أيضا يشير إلى هذه الحقيقة ونحو واضح وصريح وممن أشار وخاتمة الذين أشير إليهم وممن أشار هو ما ورد في شرح صحيح البخاري هذا الكتاب أنا بيودي أن المشاهد الكريم إذا كان من أهل التحقيق يأخذ هذا لأنه إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة سنستفيد منه كثيرا وممن أشار إلى ذلك شرح صحيح البخاري شرحه وأملاه فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين اعتنى به القسم العلمي بالدار نسخة مضبوطة النصوص وخرجة الأحاديث وبحاشيته تعليقات العلامة ابن باز وفوائد حديثية للعلامة الألبان وهذا مهم جدا ثلاثة من الأعلام المعاصرين من النهج المعروف وهو الذين يدافعون بكل ما أوتوا عن النهج ماذا؟ عن النهج الأموي ولكن أنت ستجد بأنهم بكل هذا ومع ذلك لا يستطيعون أن يقولوا يعني يقرون بهذه القضية ولا يستطيعون الدفاع عنها في هذا الكتاب الكتاب مطبوع مولانا في مكتبة الطبري للنشر والتوزيع لأنه هذه الطبعة الأولى يقول مكتبة سنة الطبع 1429 من الهجرة إلى أن يقول جمهورية مصر العربية القاهرة عين شمس في المجلد الثالث في صفحة 18 طبعاً أنا ما رح أن أقول كلام لأنه ابن عثيمين صالح عثيمين لا يوجد عنده كلام ابن بازم لا يوجد هنا يوجد تعليق وحاشية لمن؟ للعلامة الألباني على هذه الحقيقة ما هي الحقيقة؟ يقول وأخبرنا وأخبرنا وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بوع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطرة إنما الخطبة ماذا؟ بعد الصلاة إشارة إلى هاتين البدعتين في الحاشية التفتوا جيداً أنا بيودي هذه الحاشية من أراد أن يستفيد منها فليكتبها يقول وقد اختلف في أول من أحدث الأذان للعيد كما أشرنا في الأبحاث السابقة نعم فقيل إنه معاوية وقد صح عنه أنه فعل ذلك هسا الآن الألباني كما نعلم في هذه المجالات يقول بأنه قيل أنه الأول هسا ولكنه هسا كان الأول أو لم يكن المهم صح عندنا أنه ماذا؟ نعم كان يعمل بهذه البدعة المهم لعله قد يقول قائل أنه لم يكن أول من ابتدع هذه البدعة ولكنه حتى لو لم يكن أول من ابتدعها يقول العلام الألباني أنه ماذا؟ أنه وقد صح أنه فعل ذلك يعني كان يعمل بهذه البدعة في العبادة وروا بن المنذر عن أبي قلابة قال أول من أحدثه ابن الزبير إذن يشير إلى أمرين أول من أحدثه معاوية وأول من أحدثه من؟ ابن الزبير نعم قلت أي الألباني إذن هذا كلام من؟ كلام العلام الألباني قلت فإن صح هذا عن ابن الزبير نعم باعتبار أنه الذي عن معاوية صحة في حديث وصحية لا نقاش في نعم أحسنتم أما عن ابن الزبير مو معلوم صحيح فيكون هو أول من أحدثه في الحجاز ومعاوية أول من أحدثه في الشام جيد جداً ما في مشكلة نعم أنه معاوية إذن يقر العلام الألباني أن معاوية ابن أبي سفيان أمين الوحي أيها المسلمون كاتب الوحي أيها المسلمون أمير المؤمنين بتعبير بعض البائسين والجاهلين أنه هو أول من أحدث هذه البدعين في الشام بإقرار العلامة الألباني بعد أنتم طبعاً مرة لا يقول القائل بأنه سيدنا يعني أنت كل ما يقوله الألبان لا 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 أبداً لأن الألباني حجة عليكم فلا بد أن تقبلوا وإلا يقول أنه نوافق أو ماذا أو لا نوافق يقول فيكون أول من أحدثه بيود أن العبارات تخرج لأنها مهمة جداً فيكون أول من أحدثه في الحجاز فيكون هو أي ابن الزبير أول من أحدثه في الحجاز ومعاوية أول من أحدثه في الشام والله أعلم ثم التفتوا إلى عباراته وفي ذلك عبرة بالغة للمعتبر ما هي العبرة أيها الألباني وأنه إذا ثبتت السنة فلا تقليد لمن خالفها ولو كان صحابياً أحسن هذا هو الأصل الذي لا بد أن تعتمدوا علي أيها المسلمون أنه لا تقولون أنه صدر ماذا؟ من الصحابي سواء صدر من صحابي أو من غير صحابي فهو ماذا؟ فهو قد يكون صاحب بدعة كما كان معاوية وكما كان أمثال هؤلاء قد يكون ملعوناً كما أشرنا في الحلقة السابقة قال ولو كان صحابيا فهذا معاوية وابن الزبير قد أحدثا التفتوا جيداً إذن هما صاحب ماذا؟ بدعة بدعة قد أحدثا ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله من الأذان وأنتم تعلمون هسا قد تكون المحدثة في أمور حياتية دنيوية هم الآن لا يجوزون بعض القضايا لأنه اللي يقولون لم تكن في عهد ماذا؟ قد المسلمح يقول لم يفعلها رسول الله عجيب واقعاً ولكنه عندما يصلون إلى محدثات معاوية ومن هو على شاكلة معاوية ومن هو على شاكلة بني أمية تجدون ماذا؟ يغضون الطرف لا يقولون ماذا؟ لا يقولون شيء هذا هو المصدر الحادي عشر وهناك عشرات المصادر الأسلية الأخرى التي أشارت إلى هذه الحقيقة أحسنتم كثيراً طيب ولكن نئتي السؤال سمح سيد ما هو موقف النهج الأموية من بذعة الأذان في صلاة العيدين؟ في الواقع بأنه فيما يتعلق بهذه القضية أنا كان بيودي أن أولئك الذين يكتبون عن معاوية وهم كثر في هذا الزمان طبعاً من القدماء والمعاصرين ولعله إذا صار وقت مولانا سأتي بقائمة وفهرس الكتب التي كتبت للدفاع عن مؤسس الدولة السفيانية والأموية ومنهم ذلك الكتاب البائس الذي أشرنا إليه وهو كتاب معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة السفيانية للصلابي اللي أشرنا إليه في الحلقة السابقة المهم نحن عندما نأتي إلى مثل هذه المحدثات ومثل هذه البدع نجد أن أصحاب النهج الأموي والمدافعين عن النهج الأموي على أربعة أقسام قسم منهم يصرح بأنها واقعاً بدعة ومحدثة كما أشرنا إليه ماذا؟ العلامة الألبانية وجدتم أنه يصرح بأنه ماذا؟ لا يجوز تقليده لا يجوز تقليده في هذه المسألة قسم منهم وجدوا أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً لهذه البدعة ولا يمكنهم أن يدافعوا عنها فلذا لم يشيروا إليها لا من قريب ولا من بعيد وكأنها لم تكن وكأنها ماذا؟ لم تكن وهذا ما وجدناه في كتاب معاوية ابن أبي سوفيان للصلابي نجد أنه ماذا؟ لم يجر إلى هذه القضية أبداً أبداً لم يجر كأنها ليست من بدعه ومن محدثاته وقسم آخر أو طبق أخرى وجماعة أخرى نجد أنهم يحاولون أن يشككوا في سند الرواية لأنه لم يجدوا بداً إذا ثبتت هذه يكون صاحب بدعة فإذا ثبت أنه صاحب بدعة كيف يكون أميراً للمؤمنين وهل يعقل أن أمير المؤمنين يكون صاحب بدعة وهل يكون الصحابي صاحب بدعة وهم يقولون أنهم كلهم إلى الجنة وكلهم عدول وأنه من تكلم فيهم فقد حرم الجنة كما يقول هؤلاء الجهلة ولكنه هذا قسم الثالث ولكنه توجد نعم طبق من هذا ومنهم في ابن العربي المالكي صاحب كتاب عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للإمام الحافظ أبي بكر المعروف بابن العربي المالكي المتوفى سنة خمسمائة وثلاثة واربعين من الهجرة وضع حواهشيه الشيخ جمال مرعشلي إلى أن يقول طبعة جديدة المجلد الثاني منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية لا بأس أن أشير أيضا إلى سنة الطبع الطبعة الأولى سنة 1418 من الهجرة دار الكتب العلمية بيروت لبنان هناك في هذا الكتاب يعني في عارضة الأحوذي المجلد الثالث الجزء الثالث اللي هو المجلد الثالث المجلد الثاني ولكن الجزء الثالث اللي يجتمل عليه بعد أن ينقل هذه القضية التفتوا ماذا يقول يقول ورواه هذه العبارة بيودي أن تخرج يقول ورواه من ورواه من لا أثق به أن أول من أحدث الأذان معاوية ابن أبي شيبة صار لا يثق به أحسنتم ومو بس ابن أبي شيبة وكل هؤلاء أعلام الذين قلوا كلهم قالوا إسنات صحيح إسنات صحيح أبن حجر واتنا لماذا؟ لأن هذا ابن العربي هو الذي قال في القولة المعروفة عنه أن الحسين قتل بسيفه جدي بطبيعة الحال بهذا المضمون طبعا بهذا المضمون لا يقول أنه سبكرة يخرجون على المواقع مولانا أين توجد هذه الجملة؟ لا 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 ذكرنا المضمون مولانا لم نريد أن هذا النص ولكنه بهذا المضمون موجود في كتبه في كتابه وأشرنا إليه في أبحاث سابقة وإذا يريد الإخوة المصدر إن شاء الله نأتي به في الوقت المناسب المهم يقول وروا من لا أثق به أن أول من أحدث الأذان معاوية وهذه هي طريقة النهج الأموي وهو أنه عندما لا يستطيعون الدفاع ماذا يفعلون؟ مباشرة يشككون ماذا؟ يشككون في السنة هذا أيضا من المصادر أي طبق الثالثة أو القسم الثالث القسم الرابع عمثال ابن تيمي نعم وهؤلاء أيضا يدافعون عن وقعا يدافعون عن النهج الأموي بكل ما أوته هو لم يستطع لا أن لا يذكرها ولا أن يشكك في سندها ولا يستطيع أيضا أن يقبلها في معاوية سيده ومولاه سيد ابن تيمي كيف يستطيع أن يقبل أنه صاحب البدعب؟ يقول في مجموعة الفتاوى مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني اعتنى بها وخرج أحاديثها وهذا أشرنا إليه في المجلد الحادي عشر في الجزء 22 من الكتاب يقول هناك في صفحة 142 من الكتاب يقول والعبادات التي شرعها النبي صلى الله عليه وآله لأمته ليس لأحد تغييرها ولا إحداث بدعة فيها نعم هذه أصل مسلم وإلا خرج وقعا عن الإسلام وليس لأحد أن يقول أن مثل هذا من البدع الحسنى لا يمكن أن نجتهد في قبال نصي رسول الله صلى الله عليه وآله لا وجله مثل التفت إلى العبارة مثل ما أحدث بعض الناس الأذانة في العيدة من هم هؤلاء بعض الناس لا يطاوع لسانه أن يذبع لا يطاوع لسانه أما لو كان في علي والله لرأيت مولانا الروايات واحد بعد الأخرى واحد بعد الأخرى في ذم علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام أرجع أقرأ يقول مثل ما أحدث بعض الناس الأذانة في العيدين والذي أحدثه مروان بن الحكب عجيب هذه النصوص كلها تقول معاوية نعم هو يقول منه مروان بن الحكب أشياء غريب وقعا لأنه شيخ الإسلام والحافظ والعالم الذي يعرف كل شيء وقعا عنه والله ماذا تقولون أيها المشاهد تعلقوا أنتم أحكموا على ابن تيمي هذه عشرات المصادر لماذا قلت أنا أقرأ عشرات المصادر كل الأئمة كل الحفاظ كل الأعلام بمختلف الاتجاهات العسقلانية القسطلانية الشوكاني الصلعاني ابن أبي شيبة الشافعي كلهم يقولون معاوية ولكنه هو يقول أولا بعض الناس وثانيا مروان بن الحكب فأنكر الصحابة والتابعون لهم بإحسان ذلك هذا وإن كان الأذان ذكر الله لأنه ليس من السنة إلى آخره إذن هذه هي طبيعة ونهج المنهج الأموي وهو أنه القضية عندما تصل إلى معاوية عندما تصل إلى رؤوس بني أمية عندما تصل إلى سلاطيني الدولة السفيانية والدولة المروانية نجد يبدأ ماذا؟ يبدأ التدليس ويجوز الكذيب ويجوز التحريف ويجوز التحريف وحذف الأسماء وتلاعب بالأسماء وحذف الروايات وعدم التعرف وهؤلاء كلهم هذه هي الخصوصية التي أشرنا إليها مرارا فيما سبق والآن أيضا تأكدت من خلال هذا البحث الذي أشرنا إليه أحسنتهم سمح يعني على الرغم من ما ذكره القسمان الثالث والرابع من النهج العموي الإنصاف أنها ثابتة بدعة من بدعة معاوية ولا نقاش فيها ولكن السؤال ما حكم صاحب البدعة في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في الواقع سؤال مهم وجيد وأنا أتصور أن المشاهد الكريم التفت إلى الحكم من خلال الحديث الذي أشرنا إليه أنا أشيره فقط إلى مصدرين لأن المصادر الموجودة لهذه الحقيقة متعددة وكثيرة من هذه المصادر ما ورد في صحيح سنن النسائي الجزء الأول تأليف الألباني اللي أشرنا إليه مراراً مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد الرياض هناك الجزء الأول في صحيح النسائي الجزء الأول صفحة خمسمائة وفمعش التفتوا جيداً أن رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا قال عن صاحب البدعة وعن صاحب المحدثات أو المحدثات عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مظل له ومن يظلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاته أو محدثاتها طبعاً في النص يوجد محدثاته نعم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسعنا لا أعلم لمن كان يداوم علىه مرة أن معاوية فعل ذلك مرة واحدة وتاب إلى الله خب إن الله يغفر الذنوب جنيه نعم ومن رأساً كان يداوم يعني الإصرار على هذه المخالفات ويأمر الله لعصير يعني بعبارة أخرى العناد لمخالفة ماذا؟ إصرار وعناد لكي يخالف ماذا؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلي هذا من أوضح ماذا؟ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأنا لا أتصور أن الضلالة تذهب إلى النار ومعاوية ذهب إلى ماذا؟ إلى الجنة نلتقود صاحبها إلى النار والله لا أعلم هسأنا لا أريد أن أدخل في البحث الفلسفي والعقد في محله وهو اتحاد العامل والعمل يعني أن الضال والضلال شيئان أو حقيقة واحدة من الواضح أن الضال الذي هو معاوية وال ماذا؟ والضلالة والضلالة التي هي هذه البدعة هي حقيقة واحدة فإذا ذهبت الضلالة إلى النار ذهب الضال لأنه هو المتحقق ماذا؟ هو المتحقق بهذه الضلالة ماذا يقول العلامة الألباني عن هذه الرواية؟ يقول صحيح لأنه هو الرواية نقلها أين؟ في صحيح سنن النسائي نعم إذن يقول صحيح هذا هو المورد الأول المورد الثاني ما ورد في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لعبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز الجزء الثالث عشر جمع وترتيب وإشراف الدكتور محمد بن سعد الشويعر حقوق الطبع محفوظة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية الرياض المملكة العربية السعودية دار أصداء المجتمع حتى بنشير أيضا إلى الطبع لأن هذا الكتاب لم نشير إليه فيما سبق قال الطبع الثالثة وهي ألف وأربعمائة وثمانية وعشرين دار أصداء المجتمع للنشر والتوزيع السعودية القصيم إلى آخره هناك في المجلد الثالث عشر من هذا الكتاب يشير إلى هذه الحقيقة بشكل واضح وصريح في صفحة ثلاثة وعشرين يقول وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يصلي صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة ولم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم أن هناك نداء بألفاظ أخرى وعلى من زعم ذلك إقامة الدليل والأصل عدمه يعني لا ينبغي لا النداء ولا الأذان ولا أي شيء آخر فلا يشرع فلا يجوز أن يشرع أحد عبادة قولية أو فعلية إلا بدليل من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو إجماع أهل العلم كما تقدم ومن الواضح أنه تقديم تشريع الأذان للعيدين ماذا هي؟ هي عبادة قولية وفعلية لعموم الأدلة الشرعية الناهية عن البدع والمحذر منها ومنها قول الله سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومنها الحديثان السابقان في أول هذه الكلمة ومنها قول النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود متفق على صحته وقوله وأما في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث إلى أن قال وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وقرأنا من العلام الألباني وكل ضلالة في النار خرجه مسلم في صحيحه والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة كما يقول ابن باز إذن أنا أتصور أن المشاهد الكريم طبعا أنا لا أعلم بأنه إذا كانت هناك مداخلات أنا أستمعها قبل أن أدخل في بحثي اللاحق أيضا إذن إلى هنا اتضح لنا بشكل واضح وصريح أن من بدع معاوية ابن أبي سفيان بالإضافة إلى مخالفاته القطعية الأخرى التي تقدمت في الحلقتين السابقتين هو أنه ماذا ابتدع الأذان في العيدين وحكم البدعة كما أشرنا ضلالة وكل ضلالة ماذا في النار أحسنتم كلمة طبعا نذكر الأخوة والأخوات أنه بإمكانهم المداخلة وسنستمع إن شاء الله أيضا أشير إلى أن بعض الأخوة بل كثير من الأخوة أرسلوا رسائل عبر البريد الإلكتروني ورسائل مباشرة وإن شاء الله و تعالى سنعرضوا جانبا مهما منها في الحلقات القادمة طبعا نذهب إلى فاصل سماح سيد ثم نستقبل اتصالات الأخوة والأخوات مشاهدنا الكرام فاصل وأنا أعود إليكم فانتظرونا موسيقى مرحبا بكم جديد كما نرحب بسماحة سيد ونستقبل اتصالاتكم ومعنا الأخ أبو هادي من قطر تفضلوا سلام عليكم نعم تفضلوا وفقكم الله سيدنا سيدنا عليكم السلام سيدنا الحقيقة وفقكم الله لما تقدمون ولكن الحقيقة عندي فقط نقطة سيدنا وهي أن أنا من أشد المعجبين حتى بطرحكم العلمي على شاشة التلفزيون ولكن حبّل سيدنا لما تكون الفائدة منكم في مدرسة أهل البيت عليهم السلام الحقيقة لأنه علمكم الجم الحقيقة واسلوبكم الرائع نحن أولى به كأهل البيت نحن أولى به بالاستفادة في علم أهل البيت لأنه لإما عليه السلام يقول إن الناس لو علموا محاسن تلامنا لاتبعونا في الحقيقة علمكم هذا نحن أولى به في أن يكون في علم أهل البيت في خطة بالإمام علي في شرح نهج البلاغة وما لنا وما للمعاوية معاوية حقيقة أصغر من أن يأخذ هذا الوقت الكثير طيب تقلتم هذا السؤال من قبل سيدنا ولكن عجبتم أنه أن تفريد أن تبين منهج وأن تتحدث عن أشخاص ولكن وإن كان سيدنا فلتخصص جزء من الحلقات للمنهج هذا ولكن هناك منهج أهل البيت الذي هو أحق بأن يشرح بهذه الطريقة وأن الحق سيدنا أراكم إن شاء الله في المستقبل شكرا جزيلا لكم إذن كان له هذا المطلب سمح سيدنا عندي إذا ماكوا تساؤل حتى أنا أجيب على الأخ معنا الأخ نعم الأخ حسين من العراق تفضلوا أخ حسين تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا وعليكم السلام ورحمة الله أهلا بكم مرحبا حياكم الله سيدنا سؤالي ما هو موقع معاوية من حديث رسول الله من سنة سنة سيئة فعليجه وزرها ووزر من عمل لها إلى يوم القيام نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شكرا نعم معنا الأخ ضياء من سوريا أخ ضياء تفضلوا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله صوت ضعيف رفعوا صوت المتصلين نعم تفضلوا تفضلوا أحييك دكتور وأحيي سيدنا كريم حياكم لبارك الله فيك أهلا بكم مرحبا طيب تفضلوا سيدنا نحن الحمد لله من الذين استغفروا وفتح الله قلوبهم على نور آل محمد صلى الله عليه وآله نعم سيدنا وأنا في مكتبتي الخاصة عندي عشرات الكتب لكم نعم مثلا المذهب الذاتي في المعرفة والعصمة والشفاعة والتوبة وكنت فضل يعني أن تستمروا في العلوم العميقة والثقيقة والتي أشار إليها قبل الأخ أبو هادي على مذهب أهل البيت ويعني تامحهم الله هؤلاء المشاغبين الذين أتصور أنهم ألجأوكم أن تناقشوا مثل هذه الأشياء الواضحة لكل المنطفين وكل من راجع السيرة والتاريخ سيدنا مسألة أوليات معاوية ما أدري أنا أستنتج منها مسألتين وأستشيركم في هذا الاستنتاج نعم الأول أنتم دائما تكررونه أنه صاحب بضع ومؤسس لنهج أموي واضح لكن سيدنا المسألة الخطيرة أن هناك منهج يتبع الآن ويسير عليه مئات الألوف وربما ملايين المسلمين وهو منهج يعني يبتعد يوما بعد يوم عن سيرة ونهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم وأنتم أشبتم أكثر من مرة أن الانحراف في النقطة الأولى ولو بمقدار قليل مع الأيام ومع المتافة يتجدد هذا الانحراف ويزداد ولذلك أنا ألاحظ أن الذين يظهرون على المنهج الأموي حتى على شاشات الفضاء عندهم حالة من الاستغراب الشديد لطرح علمائنا وأتطور أن هذا ناشئ من العقنية التي تكونت عبر عشرات ومئات السنين عقلية أموية خالصة تفكر بطريقة بعيدة عما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم وهذه مسألة أتطور أنها خطيرة تهدد الأمة كلها طيب نعم أحسنتم نعم أحسنتم أخذيها هل لديكم سؤال تفضلوا لديكم سؤال هو سؤالي دكتور سؤالي عن الحال الأمة الآن التي تفتعد عن النبي محمد بهذا النبي نعم نعم أحسنتم نعم في المحاضرات والفضائيات في الخطب هناك منهج أموي بعيد عن المنهج النبوي نعم حياكم الله وصلت الفكرة ووصل السؤال وهذا هو الدليل طرح هذه الأبحاث نعم أحسنتم شكرا للأخضياء من سوريا على هذه المداخلة وعلى هذا التساؤل ومعنى الأخ باقي من السعودية تفضلوا تفضلوا نعم الأخ تفضلوا عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا نسمعكم نعم بالنسبة للموضوع عن الحديث عن محدثات معاوية نعم طيب نعم تساؤل إن شاء الله أيضا سيردوا عليكم سماحة السيد نعم نعم معنى اتصال آخر نعم معنى الأخ محمد من السعودية تفضلوا أخ محمد تفضلوا أبو دم تبقونا وقت حتى نجيب على الأسئلة الإخوة والأجزاء نعم أخ محمد تفضلوا طيب أخ محمد طيب إذن 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 يجيب سمحة سيدنا إن شاء الله نعم بالنسبة للأخ حسين موقع معاوية من قوله صلى الله عليه وسلم من سنة سنة لا الأخ أول قبل ذلك الأخ أبو هادي كان من قطر نعم نعم أحسنتم يعني كانه فقط عنده مداخل لا كان عند اقتراح أيضا يقول بأنه أساسا الأبحاث التي ترتبط بمنهج أهل البيت نعم لو تبين أنا أتصور بأنه في مبحث الأطروح المهدوية عندما دخلنا في حديث الثقلين هذا يتعلق بصلب معارف مدرسة أهل البيت أحسنتم عليهم أفضل الصلاة والسلام وبيودي واقعا المشاهد الكريم يتابعنا هناك هذا أولا وثانيا أنه هذه الأبحاث الجواب إنما عرفتها لعدة أسباب أولا واقعا تعرف الأشياء بأضدادها يعني إذا استطعنا أن نميز هذا النهج المنحرف وهذا النهج القائم على أساس البدع والمحدثات وهو النهج الأموي عند ذلك نستطيع أن نعرف النهج الصحيح هذا أولا وثانيا كما ذكره الأخ العزيز من سوريا قال بأنه أساسا الآن هناك الملايين إلى الآن تعشعش في أذهانهم ذلك النهج هذا هو جوابي أنه لماذا وقفت هذا ثانيا وثالثا إن شاء الله سوف لا أطيل الكلام في هذا يعني حلقات متعددة أو ثلاث أربعة حلقات وننتهي من قضية معاوية ونرجع إن شاء الله تعالى إلى فضائل ومناقب الإمام علي في تقييم النهج الأموي وإن شاء الله تعالى ساعد المشاهد الكريم سنقف عند قوله أنت ولي كل مؤمن بعد بهذه الطريقة العلمية التي أشرنا إليها نعم أحسن إذن الأخ حسين واضح سؤاله من سنى في الإسلام سنة الشيئة واضح أحسنتم واضحا هو يجيب نعم وهو أجاب نفسه أحسنتم الأخضياء من سوريا أيضا أيضا مداخلته اتضحت وأشكره على هذه المشاعر الطيبة نعم الأخ باقي من السعودية يقول أيضا لديكم نعم جيد جدا أولا أولا أنا لم أعبر عن ما فعله عن ما فعله معاوية أنا لم أقل أنها بدعة وإنما أئمة المسلمين قالوا هذه بدعة نعم ثانيا أنا لم أقل عنها أنها محدثة وإنما الألباني وعلماء المسلمين قالوا أنها ماذا من المحدثات إذن لماذا أنت تستغرب هؤلاء هم علماء المسلمين هؤلاء هم أئمة المسلمين هؤلاء هم الذين ترجعون إليهم هم يعبرون عنها أنها محدثة وأنها بدعة أول من أحدث أول من أحدث أول من وضع هذه البدعة إلى غير أحسنتم نعم أما فيما يتعلق ظهر الوقت أنه انتهى سامح سيدنا جملة واحدة أما ما ذكره الأخ العزيز وهو أنه شعدهم إن شاء الله تعالى أخ العزيز إن شاء الله إذا وفقنا فديوم تلا تنظر إلى بعض الجهل الذين يخرجون على الفضائيات ويضعون صورة هذا المعمم أو ذاك المعمم أخ العزيز في الأعمل أغلب هؤلاء الذين يخرجونهم على فضائياتنا هؤلاء ليسوا من العلماء عندنا هؤلاء عموم هؤلاء بعضهم خطباء بعضهم ليسوا من أهل العلم وقع الله أولد أن تكلم هؤلاء لا يمثلون المذهب هؤلاء ليس عندهم علم المذهب هؤلاء مجموعة من الذين يخرجون على هنا وهناك وأنتم تجدون أنهم أكل إصرار على أربعة أو خمسة من هؤلاء علماؤنا إذا أردت أن تعرف العلم فعليك أن تتابعوا واقعا الكتب العلمية وعلمائنا الكبار في هذا المجال عند ذلك سيتضع أن أهل الشيعة توجد عندهم بدعاه أو لا توجد عندهم بدعاه أحسنتم كثيرا ولي أنه يعني متى كان الشيعة حجة حتى الآن يحاجزنا بالشيعة هم أصلا ما يعتبرون الشيعة من ألا إلى حول ذلك حديث أحسنتم إذن في ختام هذه الحلقة أشكركم سمحت عائلة الله سيد كمان حدر كما أشكر الإخوة والأخوات على حسن المتابعة والمداخلة ونعدهم إن شاء الله وتعالى بالنسبة للرسائل وسواء التي تأتي عبر البريد الإلكتروني أو التي أعطيت لنا مباشرة أو التي يداخلون وهي كثيرة في الواقع لا نستطيع أن نغطيها في حلقة واحدة إن شاء الله تعالى سنشير إليها تباعا أشكركم وشكرا الكرام أيضا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة